تقول هل على المرأة العمياء واجب في تنظيف بيتها ونفسها لأجل زوجها وهي قد لا تستطيع لعلة العمى وماذا عليها في ذلك أفتونا مع جوري نعم يجب عليها ما تستطيع من أعمال البيت ومن التجمل لزوجها ولو كانت عمياء وكثير من النساء العمياء ويكون أحسن من المبصرات في هذه الأمور لما يعطيهن الله جل وعلا من قوة الإدراك وقوة الحساسية فهن يحسنن الأعمال مثل المبصرات أو أحسن وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى فعليها أن تجتهد وأن تعود نفسها على هذه الأمور وتعتادها إن شاء الله تعالى